طيب دعونا نلقي نظر أيضا على الصورة التالية التي لدينا على تغريدة أخرى تكشف عن حجم تضامن كبير من جانب الرياضيين العرب مع أبناء الشعب الفلسطيني نتحدث عن لاعب النادي الأهلية السابقة المسير للجدل لاعب منتخب مصر أيضا السابق وهو إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد كتب على صفحته على تويتر اللهم إنا نعوذ بك من غدر عدونا ومكره اللهم احفظ وسلم غزة وأهلها واخوتنا الفلسطينيين من كل شر يا رب غزة الآن تحت القصف الإسرائيلي اللهم سلم غزة واحفظ أبناء شعبها اللهم اشفي جميع المصابين وارحم جميع الشهداء يا رب كل الدعم لأهلنا شعب فلسطين طبعا إبراهيم بهذه التويتر نال إعجاب الجميع سواء مصريين أو عرب أو قطعا يعني من أبناء فلسطين الحبيبة يمكن إبراهيم كان مصير للجدل وقت ما كان لاعب بقصة شعره بالسبغة اللي كان بيحطها على رأسه أو على شعره لكن في النهاية إبراهيم يبدو بأنه جواه خير كبير ووضح من خلال هذه التدوينة وبتكشف بالفعل عن موقف الشعب المصري الدائم الرافض لكل الانتهاكات الإسرائيلية اشتركوا في القناة